مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم تزعل حقك وانتقد برضو حقك وقول وجهة نظرك وإيه الأخطاء اللي حصلت كل ده وارد جدا وكل ده مسموح بي لكن تغضب لا مش مع الأهلي أبدا الأهلي ليه ما فرحنا ما اعتقدش أنه بسبب خصارة مباراة وده شيء وارد جدا وبيحصل في كل حتة وبيحصل بالمناسبة مع أكبر أندية العالم ما اعتقدش أنه الغضب يكون ردة فعل طبيعية وخصوصا مع خصارة مباراة يعني حتى لو عايز تغضب اغضب مع خصارة بطول حسبيا ورقميا احنا ما دخلناش في مرحلة معقدة احنا قدامنا أربع مباراة سهل جدا 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 نجيب منهم على الأهل 10 نقاط ورسالتي لنجومنا أنه عشان نصلح اللي حصل ده احنا نقدر نجيب لـ 12 نقطة لو في حالتنا مع كامل الاحترام تاني وبكرر مفيش فريق على مستوى قارة أفريقيا يقدر يقف قدام النادي الأهل الحصل ده ممكن يكون سوق توفيق ممكن يكون يوم مش بتاعنا ممكن جدا جدا يكون ثقة زايدة وانا توقعي انه ثقة زايدة وتوقعي او قريتي انه المطش ده لو تلعب مرتين ثلاثة كمان صعب جدا الاهل يخسر قدام على المهم خلينا نكلم اكتر على مطش المريخ اللي جاي لانه في منتهى الاهمية وخصوصا المريخ سبقنا بنقطتين مريخ نهاردة عنده اربعة منت وبالتالي هو نفسه شايف انه لو عد الاهلي او لو عطل الاهلي فرصه كبيرة جدا فيه التأهل وده اللي زود صعوبة المواجهتين اللي جايين مع المريخ زهابا وايابا والبداية مش من مطش المريخ البداية من بكرة ان شاء الله قدام فاركو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة